أهلا بحضراتكم من جديد حلقتنا النهاردة مميزة علشان ضفنا النهاردة مميز ضفنا مهم جدا علشان ضفنا زي ما أقول لحضراتكم منذ سنوات طويلة الناد الأهلي بيكرر التجربة دي تجربة مهمة جدا في قطاع مهم وهو قطاع النشئين بالناد الأهلي قطاع النشئين بالناد الأهلي اللي على مدار سنوات ومدار تاريخه كله في كل الأجيال هتلاقي دايما بيخرج لعبين مميزين للفري الأول وأيضاً لعبي مميزين لكل المنتخبات علشان كده النهوض بقطاع الناشئين السنة دي كان مهم جداً نظراً للأرقام الكبيرة المبالغ فيها اللي احنا بدأنا نشوفها في عالم كرة القدم الأهم من كده عنصر الولاء والانتماء إنك تربي اللاعب عندك في قطاع الناشئين ويلعب للفريق الأول ده ببقى شيء مهم جداً دلوقتي أصبح علم التدريب وعلم التطوير أصبح علم دلوقتي النهاردة النادي الأهلي بيستعين بمدير فن أجنبي ذو خبرات كبيرة مستر مايكل بروكتش هو خبير في الكرة تشيكية كان بيحط السياسة العامة لاتحادي التشيكي للمنتخبات للأكاديميات وأيضاً للأندية وفي التشيك طور الكرة تشيكية بشكل كبير جداً 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 نروح نستقبل مع بعض المدير الفني الأجنبي التشيكي اللي اكتبع عن ناشئين بالنادي الأهلي مستر مايكل بروكتش كان ولا يزال وصيظل قطاع الناشئين بالأهلي هو الرافض الأهم والأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والإمداد الرسمي باللاعبين الموهوبين الذين يحملون الدفاع عن ألوان هذا النادي العريق لما يملكه من مخزون رائع ومبهر لعناصر تحتاج فقط لثقل إمكانياتها وخبراتها لذلك كان التخطيط الجيد من قبل إدارة النادي كعادتها في زيادة الاهتمام بقطاع الناشئين فكان القرار من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط باستقدام خبير أجنبي ليتولى الإشراف الفنية على قطاع الناشئين الزاخر بالمواهب تعقد الأهلي بعد مفاضلة ودراسة مطولة مع تشيكي ميشيل بروكيتش بهدف النهوض بفرق القطاع فنيا وبدنية وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول ولمضاهات قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية ويعد بروكيتش واحدا من الأسماء الكبيرة والمعروفة في هذا المجال أوروبية كونه يحمل رخصة يويفا برو وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شاغل بروكيتش منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم عام 2016 وحتى عام 2018 وهو المسؤول عن فرق الناشئين وساهم في أعداد نظام تطوير اللاعبين وفقا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي بجانب مساهمته مع منتخبات تشيك تحت 17 سنة و19 سنة و21 سنة في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا كما تولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية تشيك وأعرقها وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب تشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا وقدم العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية تشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية دفعت قدرات بروكيتش ميلان هناليكا مفوض الحكومة تشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن ميشيل بروكيتش يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية بروكيتش الذي بدأت لمساته تظهر في قطاع النشئين بالأهل يتحدث اليوم عن مشروعه في القلعة الحمراء وخططه المستقبلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر